السلام عليكم اهلا بكم فيديو جديد مع عمر دايزر طبعاً ما شفش الفيديو اللي فات اكيد مستغرب من شكلي انا عمدت حادثة من كام يوم بس الحمدلله الامور دلوقتي مستقرة طبعاً لازم اشكر جداً كل الناس اللي بعتتلي على السوشيال ميديا وعلقت على الفيديو اللي فات وصلين تقريباً لحوالي خمس تلاف كومنت شكركم جداً جداً كتر الف خيركم انتم احسن فانز في العالم المهم اليومي اللي فات وكنت بجرب احدث اجهزة شاومي في فان متوسطة وهو المي 8 لايت البايدة ممكن تفكر فيه ان هو ميت رينج او فيها متوسطة مع مواصفات تعتبر كويسة جداً بسعر برضو مناسب جداً او برضو هو اداني احساس ان انا بستخدم فلاجشيب ولكن مع مواصفات اقل شوية من معظم الفلاجشيب الثانية بس في احلام الحالتين بايدة اعتبر كويس جداً تسميم المي 8 لايت مسكته في الايد وجودة المواد المصنوع منها تعتبر قريبة جداً من اي فلاجشيب محترم موجود في الساحة الموبايل عبارة عن ساندويتش من الازاز الوش والظاهر مصنوعين من الازاز والفريم في الغالب جداً مصنوع الالمونيوم للاسف ملقيتش حاجة بيتأكد الموضوع ده ولكن الفريم فيه كات اوتس او فيه اماكن للانتنة ودي حاجة مش ممكن موجودة بس غير في الفريمات الالمونيوم فا اتوقع جداً ان الفريم مصنوع الالمونيوم ودي حاجة تعتبر اكيد ممتازة على الفئة دي والفريم ده جاي بنحناءات ودورانات تعتبر لطيفة جداً تدي الموبايل الشياكة اكتر وعالفكر الازاز المغطي الشاشة هنا جوريلا جلاس 5 ودي حاجة نادرة ما بنلاقيها على الموبايلات في الفئة دي وطبعاً تريح بالك اكتر وانت بتستخدم الموبايل شكل عام انا معجب بتصميم مي 8 لايت الموبايل مصنوع كويس جداً مسكته في الايد ممتازة وسألنك تستخدمه بايد واحدة وصدقوني دي حاجة انا اكتر واحد يحكملكم عليها في هذا الوقت وعالفكر الموبايل بيجي في كازا لون تاني اللون المعادة هو الاسود بس فيه الوان تاني جرايديينت بتتدرج في كازا لون تاني كده فتحين اكتر ولكن بصراحة انا معجب اللون ده بيتدرج ما بين الاسود والرمادي وبيدي الموبايل كده باتمان ستايل شكله لطيف بصراحة وحتى كبان الكاور البيج معه لونه اسود فا اي لايك ات البصمة طبعا ما كان افضل الموبايل زي ما احنا متعودين في الفئة دي وزي ما احنا متعودين من شاومي تعتبر سريع جدا ما زونش تلاقي اسرع من كده ام فيش فيها اي مشكلة ابدا اللي بيكمل التصميم اللطيف للموبايل كمان هنا هو شكل الشاشة الموبايل بيجي طبعا مع ناطش ولكن تعتبر اصغر بكتير من اللي تعودنا عليه من الموبايلات الاخيرة من شاومي تعتبر مثلا اصغر بشكل واضح من اللي موجودة في البوكو فون نفس الكلام برضو على البيزل السوفرية اللي بقت اصغر الموبايلات شاومي اللي فاتت ولكن برضو اكيد اسا فيه مجال انها تصغر اكتر من كده الشاشة في المي ايت لايت حجمها اصغر بشوية من 6 و 3 من 10 انش طبعا فول اتش دي بلاس مع الاسبكت ريشو 19 لتسعة الشاشة هنا الاسي دي مش امو ليد حاجة طبعا متوقعة جدا على الفئة دي ولكن الاسي دي كويسة جدا لالوان قوية الكونترست ممتاز الاضاءة عالية مفيش اي مشكلة في استخدامها في الشمس ولكن برضو مازالت مشكلة البولاريزيشن موجودة لتكلم تعليق بلكده في موبايلات شاومي مع نظارات البولاريزت بس بشكل عام اكيد شاشة تعتبر كويسة جدا بالذات مع الحجم الاصغر النوتش والبيزل السوفلية من الحاجات الكويسة جدا في المي ايت لايت كمان واحسن المطاقة هي السماعة لو بصيت تحت في الموبايل هتلاقي فتحتين لسماعات ولكن فعلا هي السماعة واحدة بس ناحية اليمين وناحية تاني دي المايك بس سماعة صوتها يعتبر عالي جدا صوتها واضح وناخي جدا ما بلش معها اي مشكلة خالص بالعكس صوتها يعتبر ممتع مع الفيديوهات والجيمز اللي هتشغلها على الموبايل ولما تركز بين فتحات السماعات في الموبايل هتلاقي مدخل يو اس بي سي مش مايكرو يو اس بي في مهم شيء ممتازة عالفآة دي وحاجة اكيد نفسها نشوفها على كل موبايلات الفيديوهات المتوسطة الدلوقتي قصورة او المتوقع جدا على اي موبايل من الفيديوهات المتوسطة السنادي انه بيجي مع مايكرو يو اس بي ممكن فيه استثناءات قلالة جدا زي البوكو فون من شاومي برضو ولكن البي ايت لايت بيجي مع يو اس بي سي ودي حاجة تعتبر مهمة جدا كويسة جدا من شاومي حاجة مثل هذه مع جودة التصنيع والتصميم الممتاز تديني إيحاء فائل على أن أستخدم شيء أقرب للفلاكشيب وليس للفائل المتوسطة ولكن هناك شيء وليس كويس قوي فكرتني بمعظم الفلاكشيب وهي عدم مدخل 3.5 ميلي في الموبايل جهة علبة المي ايت لايت ستجد هذا انجل لكي يوصل لك من مدخل يو اس بي سي ل3.5 ميلي أنا على نفسي بصراحة عودت على هذا الموضوع ولكن إذا هذه شيء تهمك، هذه النقطة ستضعها في بالك كمواصفات آخرية المي ايت لايت يأتي مع مواصفات تعتبر جيد جدا على الفائل المتوسطة فلنبال يأتي مع معاوج سناد درجن 660 واحد من أحسن معالجات الفائل المتوسطة من كوالكوم السنة ويأتر consulted أدايه أحسن من معظم المعالجات في الفاء النسخة المعادة يأتي مع 4 جيجابايت رام وذاكرة داخلية 64 جيجا وفي نسخة ثانية 6 جيجابايت رام مع ذكرة ذاخلية 128 جيجا بعادة شاومي لديك مكان لاتنين سيم كارد أو واحد سيم كارد مع واحد اس دي كارد المي 8 Lite بيجي مع اندرويد اوريو 8.1 وبيجي فوقيه طبعا المي يو اي هنا رقم 9 المفروض انه يجيده رقم 10 قريب جدا اللي هو نزل لبعضه موبايرات شاومي تانية فتوقع انه يجيله الابديت قريب هذا الموبايل يعتبر احسن ما يمكن عالفان متوسطة الموبايل سريع جدا سلس مفيش تقطيعات مفيش تهنيك موبايل بيشتغل معاك كويس جدا طول الوقت تفتح جهاز الابليكيشنز بتقلب ما بينهم او بتلعب جيمز لو بتلعب باب جي مثلا بتلعب شغالها على ميديم من غير اي مشاكل موظم الجيمز تاني كمان تشتغل كويس جدا ليش اي مشاكل في الاداء مع الموبايل ده المي يو اي طبعا بيسمح لك انك تلغي زرار النافيجيشن تكبر الشاشة وتستخدم من السوايبس والحركات بصلاح بتشتغل كويس جدا على موبايل هنا باستخدمها دايما اول ان بشغل الموبايل تشتغل كويس جدا على موبايل ثالثة جدا مفيش اي مشكلة بتدي تجربة استخدام كويسة جدا مع المي ايت لايت المي ايت لايت يعتبر سومكور فايع نسبيا عشان كده يمكن حجم البطارية اصغر شوامل انت متوقعه على الفئة دي البطارية هنا حجمات 3350 ميلي امبير بس بغض النظر على الارقام اداة البطارية يعتبر كويس جدا يعتمد عليه جدا بيكمل اليوم من غير اي مشكلة بيتفضل معاك شوائق كمان تتكمل في اليوم التاني المفروض الموبايل بيدعم الشحن السريع Qualcomm Quick Charge 3 ولكن الشاحن اللي بيجي مع الموبايل في العلبة هو اثنين امبير ما يعتبرش شاحن سريع ولكن برضو ما يعتبرش بطيء او يعني بعد الفئة الموبايل كان بيجي مع لمدة اشعارات notification LED مكانها فوق سماعت المكالمات مباشرة جوا النوتش دي حاجة اكيد تعتبر كويسة ولكن مش هتلاقي هنا IR بلاستر ويعني مش تستخدم موبايل كأنه هو ريموت مع التلفزيون او غيره طيب يعني كان البطارية تمام الاداء تمام الشاشة تمام والمصنوع تمام باقي كده الكاميرا كاميرا كمان تعتبر تمام المي ايت لايت بيجي مع كاميرتين في الضار كاميرا الاساسية 12 ميجابيكسل مع فاتح عادثة F1.9 كويسة جدا كاميرا الثاني هي كاميراة عمق 5 ميجابيكسل مع فاتح عادثة F2.0 كاميراتي بيطلع صور تعتبر كويسة جدا عالفة المتوسطة الوان تعتبر واضحة وقوية في كونترست قوي في الصور صور كمان شارب وفيها تفاصيل كتير الديناميك رينج يعتبر كويس جدا معظم الوقت عندك كمان اكيد خاصية البرتري في الكاميرا الخلفية بفضل الكاميرا الاضافية معظم الوقت اتعرف الحدود بيكون كويس جدا موبايل بيقدر يعزل الخلفية بشكل كويس العزل بيكون زيادة شوية ولكن صورة بتطلع شكلها كويس جدا طبعا ممكن تلاقي شوية غلطات من وقت للتاني بالنسبة للفيديو في المي ايت لايت بيقدر يصور معاك 4K لحد 30 فريم في الثانية دي حاجة وردو مش موجودة على موبايلات كتير في الفي المتوسطة مبايل في نظام تثبيت الكتروني وبشتغل بصراحة كويس جدا أحسن بكتير من كتب متوقعه في الإضاءة المخافضة طبعا أداء الكاميرا بينخفض شوية ولكن ما زالت كويس جدا الكاميرا طبعا هتلاقي فيها شوية نويز هتلاقي تفاصيل قلت شوية ولكن ما زالت معظم الصورة بتطلع من الكاميرا تعتبر مستخدمة جدا بالنسبة للكاميرا الأمامية في المي ايت لايت فهي 24 ميجا بيكسل تدريك طبعا تفاصيل كتير جدا في الصورة تدريك شارفنس كويس جدا ولكن الديناميك رينج أحيانا بيكون مش ممتاز ساعتها تلاقي الهايلايتس أو منطقة السماء بتضرب أكتر عشان الصورة تقدر التحافظ على التفاصيل الإضاءة في شكل أحسن مع منطقة الوش الكاميرا الأمامية أكيد كمان فيها خاصية البرتريت تتعرفها الحدود كويس جدا بتعزل الخلفية كويس جدا ولكن نقطة الـ HDR برضو ما زالت موجودة أنها بتعلي الإضاءة أكتر في منطقة السماء بشكل عام كاميرا الأمامية في المي ايت لايت متعتبرش واو قوي يعني ولكن برضو متعتبرش سهيئة بأي شكل من الأشكال اوبر اول زي ما شوفت الموبايل يعتبر كويس جدا على الفيلم متوسطة بيغطي تقريبا كل انت محتاجه والزيادة كمان بالشياكة واناقة وبالنسبة للسعر فالنسخة المعادي نسخة الـ 4 جيجا بايت سعرها في حدود 4600 جنيه بصراحة سعر يعتبر ممتاز على موبايل زي ده عمري ما كنت هتخيل أبد أنه ممكن يكون بالسعر ده لو ما كنتش عارف سعره من الأول مي ايت لايت زي ما قلت لكم في الأول بيديني إيحاء ان انا بستخدم فلاكشوب مع مواصفات أقل شوية من الفلاكشوب الثانية بصراحة دي حاجة نموعه جاب بيها جدا في الموبايل النسخة التالية من الموبايل نسخة الـ 6 جيجا بايت رام سعرها تقريبا 5400 جنيه لكن بصراحة مظنش نك ممكن تحتاج حاجة أكثر من الهنا بشكل عام أنا أنصح جدا فعلا بالمي ايت لايت موبايل اللي فيها متوسطة يعتبر ممتاز وأحسن بكتير من اللي ممكن تتخيله على الموبايل في السعر ده وبس دي كانت كل حاجة محتاجة تعرفها عن المي ايت لايت لعقوا بكل فيديو يريد ما تنسوش لايك عنيف تشتركوا في القناة وتشغلوا جرس التنبيهات عشان توصل لكم كل فيديوهات الجديدة أول بأول شوفكم إن شاء الله الفيديو اللي جاي سلام شكرا